محطات كثيرة من البؤس والشقاء بات فلسطيني غزة يرزحون فيها تحت وطأة القصف حيث أفادت وسائل علامية بفرار الآلاف من منازلهم نتيجة قصف القوات الإسرائيلية ثلاثة عدة مناطق جنوب القطاع سكان ووسائل وإعلام أكدوا أن الآلاف ممن لم يستجيبوا لأوامر الجيش الإسرائيلي المطالبة بإخلاء عدة بلدات وقرى شرق خانيونس اضطروا إلى الفرار من منازلهم تحت جنح الظلام عندما قصفت الدبابات والطائرة الإسرائيلية القرار وعبسان ومناطق أخرى وردت أسماؤها في أوامر الإخلاء بعض السكان تجه غربا نحو منطقة المواصل قريبة من الشاطئ والمكتظة بخيام النازحين بينما نام البعض في الشوارع لأنهم لم يتمكنوا من العثور على مأوى في غضون ذلك قال متحدث بمنظمة الصحة العالمية إن مستشفى غزة الأوروبي في خانيونس أصبح خاليا تقريبا بعد فرار العاملين به والمرضى عقب إصدار الجيش الإسرائيلي أوامر للسكان في المناطق المحيطة بالإخلاء وفي شمال القطاع أوضح مسعفون أن 17 فلسطينيين قتلوا ثلاثا عندما قصفت دبابات إسرائيلية شارعا في حي الزيتون المكتظ بالسكان في مدينة غزة من جهتها أعلنت وزارة الصحة في غزة في كشفها للحصيلة اليومية للضحايا مقتل 25 شخصا وإصابة 81 آخرين خلال 24 ساعة من القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة الوزارة قالت في بيان الثلاثاء إنما لا يقل عن 37 925 فلسطينيين أغلبهم من النساء والأطفال قتلوا وأصيب 87 141 آخرون في الهجوم العسكري الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من تشرين الأول أكتوبر الماضي على صعيد المتصلة فادت وسائل إعلام إسرائيلية ثلاثاء بأن ضابطين من أفراد الجيش الإسرائيلي قتلوا في معارك ضد الفصال الفلسطينية وسط قطاع غزة ليلة الاثنين الثلاثاء وأشارت تقارير إسرائيلية إلى أن الضابطين قتلوا جراء انفجار عبوة ناسفة في محور السريم وسط قطاع غزة مشيرة إلى أنه يجري التحقيق في ملابسات الحادث